قبل ما نبدأ فيلم النهاردة ما تنساش تصلي عن نبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو أول مرة تشوفنا علشان يوصلك كل جديد وفيلم النهاردة الجزء التاني من فيلم عملناه قبل كده هتلاقيني سايبلك لينك الجزء الأول في أول كومنت تحت الفيديو ومن غير ما طاول عليكم يلا نبدأ فيلم النهاردة بيبدأ فيلم النهاردة في مدرسة دوجو لتعليم الفنون القتالية في اليابان وبنعرف إن كيسي أصبح معلم المدرسة وده بعد ما المعلم أبو ناميكو مات على إيد تلميزه الخاين ما سازوكا ومن الوقت ده وكيسي تجاوز ناميكو وأصبح هو المعلم في المدرسة وبيعلم كل الموجودين أساليب الاشتباك علشان يقدروا يدفعوا عن نفسهم في أي كتال وبعدها بيروح يشتري هدايا لناميكو بس وهو واقف بيشتري بياخد باله إن فيه اتنين كانوا وقفين يرقبوه ومركزين معاه جامد من بدري بس بيشتري هديته من المحل وبيخرج وأول ما بيمشي في الشارع بيلاحظ إن الاتنين دول كانوا ماشيين وراه لعد ما بيوصلوا لشارع وفجأة مش بيلاقوا كيسي بس بينزل فجأة من فوق المبنى وهم على طول بيرجعوله ساعة قالوله انت يا أمريكي انت رايح فين فقالهم لو عاوزين المحفظة خدوها ويلا مشوا من هنا بس واحد منهم شاور على عقد اللي لسه شريه وقال له عاوزين ده فكيسي قال له لأ أموا الاتنين هجمين عليه فجأة بس كيسي بدأ يصد هجماتهم بكل سرعة وقدر يتفادى كل هجماتهم ورغم إن هما الاتنين كانوا مسلحين إلا إن كيسي قادر يتمكن منهم هما الاتنين وقدر يسبتهم بس بيلاحظ إن في علامة معينة كده على السكينة اللي كانت معاهم بس رمه لهم على الأرض وساب المكان ومشى ولما بيروح وبيحكي لناميكو اللي حصل طلبت منه إنه يبلغ الشرطة بس هو علها إن دول مجرد اتنين حرامية بيسرعوا علشان الفلوس مش أكتر وبعدها بيطلع لها الهداية اللي شرها لها وناميكو فرحت بيها جدا وقال لها كمان إن هو منتظر طفلهم بفارغ الصبر وبما إن نميكو كانت حامل فطلبت معاها بشوكولاتة بالليل وهم نايمين فكيسي قطر خير وقال لها خلاص هروح المتجر واشتري هالك وبعدها على طول بيوصل كيسي للمتجر وناميكو كانت لوحدها في البيت بس بتتفاجئ ساعتها بشخص موجود معاها وكيسي اتضح إنه نسل فلوس في البيت فاعتذر لصاحب المتجر وروح علشان يجبها ويرجع له تاني بس أول ما دخل البيت اتفاجئ بناميكو وهي مقتولة وكيسي بيزعل عليها جدا ومش بيصدق اللي حصل لها وبعد مدة قليلة بتوصل الشرطة لبيت كيسي وبياخدو نميكو والظابط بيوعده إنه هيبزل كل جهده علشان يوصل للعمل كده وتاني يوم على طول بيعملوا جنازة نميكو في المدرسة وبيودعها كيسي وكل اللي موجودين في حزن جديد وأثناء الجنازة بيوصل واحد صاحب نميكو اسمه ناكابارا وبيعز كيسي في حزن جديد هو كمان وكان زعلان عليها جدا وسأل كيسي الشرطة قالت له إيه فعرفوا إنهم قالوا له إنها حدثة سرقة بس كيسي قال له أنا شاكك إنه هم موجودين قريب من هنا ساعتها ناكابارا عرض عليه إنه يروح معاه لتايلند في مدرسة الفنون القتالية بتاعته على قل يقعد شوية هناك لحد ما يعدي من الفترة اللي هو فيها دي بس كيسي رفض وشكره وعرفوا إنه مش هيقدر يروح معاه علشان عنده حاجات مهمة لازم يعملها بعدها بنروح لمينماره وبنشوف واحد من تجار المخدرات وهو رايح للمكان اللي كانوا بيصنعوا فيه المخدرات وأول ما بيوصل بيقابل الزعيم جورو اللي على طول بيسأله على عملية عملها من حوالي سنتين لما كان بيسلم شحنة المخدرات وقاله في الوقت ده اللي وصلت فيه الشحنة موصلتش بالكامل وكان متاخد منها بس الثاني قاله الكلام ده لو حصل يبقى أكيد حد من اللي شغالين هنا أخذ منها لحسابه فالزعيم قاله كلامك صح بس كل اللي كانوا في العملية دي الله يرحمهم ماته وقام مساعد الزعيم موجه على دماغه المسدس بس الثاني فضل يترجعه إنه ما يموتوش وإنه هو أكيد مش هيسرقه يعني بس ساعتها الزعيم طلع من عنده سلك شائك ولفه حوالين رقابته وفضل يخنقه لحد ما خلص عليه وبعدها بنشوف كيسي وهو بيسأل واحد من تلاميذه على الراكلة كده اسمها الراكلة المزدوجة في الكتال أنهي مدرسة بتستخدمها فعرفوا إن في مركز اسمه أزوما دوجو هما اللي بيستخدموا الراكلة دي على طول كيسي بيروح للمركز ده وأول ما بيوصل بيقلع الجزمة بتاعته احتراما للمكان اللي هو فيه ودخل بكل احترام وكان عاوز يسأل على الاتنين اللي كانوا عاوزين يسرقوا العقد منه بس ساعتها عملوا بقلة أدب وأمروا يمشي من المكان حالا علشان ما يضربهوش ساعتها كيسي مساكهم وبدأ يضربهم كلهم واحد ورد تاني ورغم إن عددهم كان أكتر منه بكتير إلا أنا محدش منهم كان قادر يعملوا أي حاجة وقدر لوحده إنه يعلم عليهم كلهم وفي الآخر رحل الكبير بتاعهم وقال له هتعرفني لأنا عاوزه قام التاني قال له حاضر بعد شوية بيوصل للمكان اللي الاتنين دول كانوا موجودين فيه وكانوا قاعدين في مطعم علشان يأكلوا وبيتفاجوا هما الاتنين إن كيسي يقفلهم برا فبيخرجوله على طول علشان يشوفوا إيه حكايته وأول ما بيخرجوا وبيفضلوا ماشيين في الشارع مش بيلاقوا أي حد في المكان بس فجأة كيسي بيقدر يوقعهم بحبل كم معاه وفجأة بيظهر قدامهم وبيقطع ايد أول واحد منهم وبيروح للتاني وبيهجم عليه بقوة كبيرة وبيطعنه هو كمان بالسكينة وبيروح للتاني وبيوقعه على الأرض وحط السكينة على رقاته وقال له أنت مستعد للموت أم التاني قال له لأ أم كيسي قال له هي كمان ما كانتش مستعدة ودبح الراجل من غير أي رحمة وأخذ سلسلة مراته وهرب من المكان فورا تاني يوم بيوصل كيسي لتايلاند وبيروح للمدرسة بتاعت صاحبه منها كبارة وأول ما شاف كيسي فرح جدا ورحب به وقال له أن ده الوقت المثالي علشان ترجع لطبيعتك مرة تانية وبيعرفوا على أفضل الطلاب اللي عنده هيروشي ولوكاس ولوكاس بياخده بقى وبيحكيله النظار مدرسة الدوجو من عشر سنين وكان معجب جدا بأسلوبه في استخدام الكوس وقتها وبيغير كيسي هدومه وبيقعد مع نكبارة في المكتب بتاعه وبيبدأ بقى نكبارة يحكيله عن أبوه اللي كان له مركز مهم في وحدة القتال الخاصة في الجيش وكان جزء من جماعة فوجي دي سيكو اللي كانت مكونة من 2500 جندي في الغابة وكانت وحدة تدريب مفيش زيها وال2500 اللي دخلوا مخرجش بس غير 14 جندي من أقوى مقاتلين النينجا وأبوه كان واحد منهم ومن الوقت ده وأبوه قرر أنه يؤسس مدرسة الكتال اللي هم فيها دلوقتي في الوقت ده واحد بيدخل عليهم بصندوق للمعلم وبيسيبه في المكتب بتاعه وبيمشي بعدها بقى بيتجمع نكبارة بكل الطلاب بتاعته وكان معاهم كيسي وبيبدأ كيسي في القتال التدريبي مع لوكاس وباللاحظ أن الاتنين مستواهم قريب من بعض بس قدر في البداية كيسي أنه يتمكن من خاصمه لوكاس وبعد مدة بسيطة قدر لوكاس أنه يتمكن من كيسي ولما لوكاس حاس أنه خلاص هيخسر من كيسي سحب سيف من الخشب وهجم عليه بقوة كبيرة فسأتها كيسي تعصب جدا وهجم عليه مرة تانية وقدر ياخد السيف منه ودربه بقوة كبيرة لدرجة أنه فقد السيطرة على نفسه وكان هيوجه له ضربة كوية جدا على راسه بس نكابارا قدر يوقفه على آخر لحظة وينقص تلميزه لوكاس سأتها كيسي دايق جدا وساب المكان وخرج بس بعدها على طول بيخرج له المعلم نكابارا وقال له أنت أهنت أفضل الطلاب في المدرسة قدام كل اللي موجودين وقال له أنت لازم تتحكم في غضبك لأنك فقدت السيطرة على نفسك وعلشان كده لازم تقوم بتدريب الماشي على النار علشان ترجع لحالتك الطبيعية ولما بيجي الليل كان نكابارا جاهز المامشة اللي من النار وأمر كيسي أن يستجمع تركيزه ويبدأ يمشي عليه وبدأ بقى كيسي يمشي على النار بس ساعتها بدأ يفتكر نميك ومراته وبسبب كده بيفك التركيزه ومش بيقدر يكمل ماشي وبيسيب المكان وبيمشي بعدها بيطلع على حانة وبيفضل يشرب كتير لحد ما واحد ما عد من وراه كب عليه الكوباية بتاعته وبعدها استفزه وقال له هدومة مبلولة وعاوزة تتنشف أم كيسي قال له انت مش محترم أم التاني ضربه كده بس كيسي اتفداها وبعد كده عمله حركتين من بتوعه وضربوا بالرجل نيمه على الأرض في ثواني أم ساعتها بقى كل اللي في المكان قاموا هاجموا على كيسي بس أكيد يعني مش هيقدروا يعملوله حاجة وكيسي الصراحة قام معهم بالواجب كلهم ونيمهم جنب أول واحد ساعتها بدأوا يواجهوه بالأسلحة بس زي ما انتوا شايفين كيسي كان مقاتل محترف وقدر يتفادى كل ضرباتهم ونخلص عليهم كلهم ولما تبقى آخر واحد كيسي أمره ان يضربه في وشه كتير والتاني تقريبا ما صدق بس بعديها كيسي وجهه له أكتر من ضربة نيمه هو كمان ولما بيجي تاني يوم بأخرك كيسي في الجنينة بتاعت مدرستنا كبارة علشان كان عليه الدور ان يلم الفاكهة النهاردة بس لوكاس طلع له وأخذ منه السلة علشان يلم الفاكهة مكانه وطلب منه ان يخش يريح شوية ساعتها كيسي دخل ينام ولوكاس فضل يلم الفاكهة من الجنينة بس فجأة بيظهر له شخص من ظهره وكان معاه حبل مليان بالأسلحة وبيلف الحبل على رقبة لوكاس وبيخنقوا بيه لحد ما بيخلص عليه بعده على طول بيصحى كيسي من انهم مفزوع ولما بيخرج تفاجئ ان كل الطلاب ملمومين ولما قرب شاف لوكاس وهو مقتول في الجنينة طبعا بيزعل عليه جدا وما كانش عارف مين اللي عمل فيه كده وبعد شوية صغيرين بتوصل الشرطة لمدرسة وبياخدوا لوكاس معاهم بس ساعتها كيسي تكلم معنا كبارة وعرفوا ان الطريقة اللي مات بيها لوكاس هي الطريقة اللي ماتت بيها ناميكو مراتو وكمان قالوا ان هو المفروض اللي كان يبقى موجود في الجنينة مش لوكاس بعد شوية بيقعد نكبارة مع كيسي وحكالوا ان ابو ناميكو وابوه وواحد تاني اسمه ازامه كانوا افضل طلاب في مدرسة كوجا دوجو ولما ابوه مات ازامه تحدى تكيدا اللي هو ابو ناميكو علشان يسيطر على المدرسة وساعتها ضارت بينهم معركة قوية جدا وقدر تكيدا انه يقتل ازامه ازامه بقى كان ليه اخ صغير اسمه جورو شاف اخوه الوحيد بيموت قدام عينيه وبعد كم سنة كبر جورو وتقالوا انه اصبح شخص خطير جدا وكمان بقى واحد من زعماء عصابات المخدرات في بورما بس كيسي سأله انت ليه بتحكي لي كل ده ساعتها نكبارة عرفه ان جورو كان بيعلم رجالته القتل باستخدام الاسلاك الشائكة بدل من السلاسل وبما ان كيسي ابن تكيدا بالتبني فاكيد جورو هو اللي ورد كل اللي بيحصل ولما بيجي الليل واسناء من الكبارة بيتمرن في الجنينة بيجي له كيسي وبيطلب منه يعرفه مكان جورو علشان كرر انه يروح ينتئم منه بس نكبارة عرفه انه كده بينتحر بس كيسي كان مصمم عند رأيه ونكبارة معرفش يوقفه عن اللي في دماغه ساعت عرفه انه موجود في مكان داخل الغابة وعليه حراسة مشددة وسرية خطيرة جدا وعلى طول بدأ كيسي يحضر حكته ونكبارة اداله خريطة كده كنابورة سمها للغابة اللي موجود فيها جورو لانه قاعد في الغابة دي مدة طويلة وشاورله على المكان اللي كان قاعد فيه وعرفه كمان انه كل مكان في المنطقة دي مدفون تحتها سلاح ومتعلمة بعلامة زي دي وساعتها طلب منه يخلي باله على نفسه وودعه وماشى تاني يوم على طول بيوصل كيسي لبورمة وبيركب مع سواء تاكسي كده وقاله انه عاوز يوديه للسوق علشان يشتري شوية حاجات وبياخد الراجل للسوق وبيبدأ كيسي يشتري شوية حاجات من هناك وبعد ما بيخلص بيطلع للتاكسي مرة تانية وطلب منه انه استنى معاه كم يوم كده علشان يحتاجه كتير فالسواء عرفه انه هياخد ستين دولار ام كيسي يقوله هتديلك متين طبعا السواء بيوافق على طول من غير اي تردد وبيوصله بعدها للفندق وكيسي امر ويعدي عليه تاني يوم الساعة ستة وبيطلع كيسي للقوضة بتاعته وبيبدأ بقى يصنع اسلحة من بتوع النينجا من الحاجات اللي هو كان مشتريها من السوق وكمان عمل سيام مسممة باستخدام سم كده كان موجود جوا سمك اشتريها وجهز نفسه بقى واستعد الرحلة البحث عن جورو وتاني يوم بيوصل لحانة في المدينة واول ما بيدخل واحد بيجيله وبيارد عليه انه يشتري منه المخدرات نوحة كويس فخرج معاه كيسي بس كان فيه مجموعة كده مش منطمينين لوجوده والتاني اول ما خرج اصر ان كيسي يجرب النوع اللي معاه وبعد ما لحى عليه كيسي يجربه وقال له موافق انه يشتريه في الوقت ده كيسي ابتدى يفقد توازنه بسبب المخدرات بس سأل الراجل عن مكان جورو فالتاني قال له انت عاوز جورو ده انت كده عملت غلط كبير جدا وساعة وصلت المجموعة اللي كانت جوه الحانة وكيسي رغم انه فاقت تركيزه إلا انه هاجم عليهم بقوة كبيرة جدا وقدر يوقحهم كلهم واحد ورد تاني ولما خلص عليهم كلهم سأل الراجل عن مكان جورو بس التاني قال له احنا بنسمع عنه كتير بس ولا واحد مننا يعرف مكانه فكيسي ساب وماشى بس التاني هاجم عليه من ظهره وكان هيقتله ام كيسي قدر يدفع عن نفسه وهو اللي خلص عليه بعدها بقى بيرجع لقوته مرة تانية في الفندق بس كان بان عليه انه تعبان جدا لدرجة انه بينام في الحمام وتاني يوم الصبح بيتفاجئ كيسي بقوات الشرطة في القوضة عنده وكانوا بيدوروا عليه بس بيهجم عليهم كيسي بسرعة رهيبة وبيشتبك مع قوات الشرطة اللي في المكان وبيهرب منهم باقصى سرعته علشان محدش يقبض عليه وعلى الرغم انهم حاولوا يضربوا عليه نار وكان عددهم كبير جدا الا ان كيسي كان بيهرب منهم بسرعة كبيرة بس بسبب عددهم الكبير قدروا في النهاية انهم يقبضوا عليه واخدوا معاهم في عربية الشرطة وتحركوا على الاسم وكمان بلاحظ ان سواي التاكسي هو اللي بلغ عليه علشان كان بيسأل على جوره واول ما بيوصلوا بيربطوا قدام رئيس الشرطة الا اول ما بيعرف انه امريكي بيسأله عن سبب تواجده في بورما فكيسي قاله انه هو هنا سياحة فالتاني سأله انت ليه بتدور على جوره فكيسي قاله انت بتسألني ليه ساعته امر رجالته باحضار عدة التعذيب وقاله انت سمعت عن التعذيب بالماكو قبل كده وسأله الاخر مرة علشان يقوله سبب تواجده هنا او بيدور على جوره ليه ساعته كيسي طلب منه يوصله بالكنسولية الامريكية او اليابانية بس رئيس الشرطة امر واحد من اتباعه انه يبدأ يعذبه وبدأ فعلا يعذب كيسي وبدأ يتعذب بشدة لحد ما فقد الوعي ساعته اثنين من العساكر بيدخلوه للزنزانة بس قبل ما يقفلوا الباب اتفاجه انه مش موجود واول ما راجعوا علشان يشوفوه كيسي قام معاهم بالواجب هما الاثنين ولبس يدوم واحد فيهم وخرج من المكان ولما خرج وشاف كل العساكر وقفة مشغولة في مصرعة الداكة دخل على رئيس الشرطة المكتب وهجم عليه بكوة كبيرة واخد المقص وحطه على رقابته وسأله عن جوره في الاول قال له ما عرفش قام كيسي ضغط عليه لحد ما عرف مكانه وقام ساعتها مخلص عليه وخرج من المكان بسرعة بس هو خارج بيتفاجئ بسواق التاكسي وهو بيطلب من الزابط فلوس علشان بلغهم على مكان كيسي فعلى طول بيخرج بسرعة وبيستخبف التاكسي بتاعه وسواق التاكسي بيخلص وبيطلع ياخد عربيته وبيمشي وبعد شوية بيطلع للسواق في المراية وطبعا التاني اول ما بيشوفه بيترعب بس فاهمه انه معه مشاكل مع الشرطة وكان لازم يأمل كده ساعتها كيسي مرضى شئزيه وامر يكمل طريقه زي ما هو علشان يوصله للغابة وقبل ما بينزل السواق حذره من جوره وحذره كمان من رجالته اللي كانت موجودة في كل مكان في الغابة بعد يا كيسي بياخد مركب علشان توصله عند اول النهر ولما بيوصل بيبدأ بقى رحلته في البحث عن جوره وبيفضل ايام في الغابة يدور عليه لحد ما في يوم بيتفاجئ بمجموعة من رجال الشرطة وكانوا بيدوروا عليه ساعتها استخبى منهم بسرعة علشان محدش يشوفه بس اول ما قربوا منه هاجم على اول واحد وخلص عليه في هدوء وبعدها بدأ يخلص على كل الجنود اللي موجودة لحد ما تبقى اخر واحد اللي بدأ يضرب عليه نار بس كيسي حدف عليه مسحوق السم اللي كان معاه خليه مش شايف حاجة بس المشكلة انه بيحدف عليه كمبيلة وكيسي بيتفادها على اخر لحظة وبعدها بيحدف عليه سكينة بيخلص عليه هو كمان وبيكمل بقى طريقه لحد ما بيوصل للمقابر الخاصة بابو نكابارة وابو ناميكو وكمان شاف العلامة اللي كان قيله عليها وبدأ يحفر عندها لحد ما شاف صندوق كبير مدفون تحت الارض واول ما فاتحه وتفاجئ بكمية كبيرة من اسلحة النينجا اللي كانت عبارة عن سيوف وساككين واسهم واسلحة كده كتير جدا وكمان شاف صورة للميكو وهي صغيرة وساعت افتكرها وزعل عليها جدا وفضل يتأسف لها علي حصل لها وبعدها على طول بيجهز كل الاسلحة اللي لقاها وكمان لابس دوم مقاتلين النينجا اللي كانت في الصندوق ووصل اخيرا للمكان اللي موجود فيه جورو في الوقت ده كان الزعيم بيلعب شطرانجا مع واحد من رجالته وكاسي بيوصل عند مدخل المكان بتاعه وبيستخدم ساهمه مسمم وبيوقع الحارز اللي فوق وباستخدام الحبل اللي فيه خطاف بيحدفه علشان يطلع ويعدي الصور واول ما بيمشي بيهجم على شوية من حراس جورو كانوا في طريقه بس بيخلص عليهم على طول يعني ومش بياخدوا في ايده حاجة وبيلاقي بقى الحراس كلها مشغولة وبيلعبوا مع بعض فبيعرف يغفلهم وبيسبلهم كومبيلا جنبهم والمكان بينفجر بيهم وطبعا كلهم بيموتوا في الوقت ده المكان بيتهز جامد والكاربة بتقطع عند الزعيم ساعتها بيعرف ان فيه دوخلاء في المكان وعلى طول جورو بيروح ياخد سيفو والسلك الشائج بتاعه علشان يستعد لأي حركة غدر وفي الوقت ده كان كاسي حدف كومبيلا جنب براميل الزيت وحصل انفجار كبير في المكان وبدأ بقى يخلص على اي حد يوصل لمكانه ومحدش منهم قدر يعمله حاجة لحد ما بيوصل بعد كده مساعد الزعيم وبيبدأ يهجم على كاسي بقوة كبيرة وكان باين على انه مقاتل محترف جدا وكاسي هيواجه صعوبة كبيرة في القضاء عليه وكمان بيقدر يوجه له اكتر من ضربة قوية جدا وكاسي ما كانش قادر حتى يسيطر عليه بس بعد شوية بيقدر كاسي استعيد قوته وبدأ يهجم عليه بقوة كبيرة وقدر يوجه له اكتر من ضربة قوية جدا لحد ما التاني بدأ يفقد قوته وبعدها مسك سكينة وقدر يجراحه بيها في رجله وعمل له كم حركة كده من بتوع النينجا وفي النهاية بيقدر يضربه في صدره بالسكينة وكسر له رقبته وبعدها على طول بيكمل طريقه لحد ما بيوصل لجوره أخيرا وعلى طول التاني بيسأله انت مين قال له ناميكو كانت مراتي أيها السافل وبدأوا اللي اتنين يهجموا على بعض بقوة كبيرة وبيبان قد إنه جوره مقاتل محترف على قديمه رغم سنه الكبير بس كيسي قدر يوجه له أكتر من ضربة سريعة بالسيف لحد ما قدر يجراحه بيه في بطنه بس بعد شوية وعن طريق الحبل الشائك اللي مع جوره قدر يوجه لكيسي أكتر من ضربة قوية جدا وقدر يسيطر عليه وخنأه جامد من رقابته وكان هيخلص عليه ساعته كيسي بدأ يستجمع قوته مرة تانية وقدر يلف جوره ووقعه على الأرض وبعدها وجه نحيته السيف وضربه ضربة قوية جدا طير دماغه وكده قدر كيسي أنه يرجع حق مراته من أخطر زعيم عصابة في المدينة وتاني يوم وأثناء من الكبارة بيتمرم مع واحد من طلابه بيتفاجأ لما بيشوف كيسي داخل عليه ساعته بيوقف كتاله وبيفرح جدا أنه شاف كيسي مرة تانية وهو عايش بس بعديها وهم قاعدين مع بعض بيدخل عليه واحد بيوديله صندوق برضه بس المرة دي كيسي شاف معاه سلاح عليه نفس العلامة اللي كانت مع الاتنين اللي قتلهم ولما سألوا على معنى العلامة اللي على السكينة دي نكبارة عرفه يعني بدون أعذار ساعته كيسي بدأ يجمع وقاله إبا أنت بقى اللي وراء كل ده لما بعدت المجرمين دول علشان يقتلوني وعرف أنه نكبارة هو اللي قتل نميكو وكمان هو اللي قتل لوكاس ساعت اعترف له أنه عمل كده فعلا علشان لازم يبقى فيه سبب أن كيسي يروح يقتل جورو علشان كان بيمثل مشكلة كبيرة في العمليات بتاعته ولأن كيسي الوحيد اللي كان قادر يعمل كده اضطر أن يعمل معاه كل ده علشان كيسي يعمل اللي عمله وقاله دلوقتي مفيش غير حلين يأمن واحد قوتنا مع بعض يا إما واحد مننا يموت ساعتها بدأ كيسي يهجم عليه ودارت بينهم معركة قوية جدا في المكان وكل واحد منهم كان بيقاتل بكل قوته علشان لازم واحد بس منهم هو اللي يخرج عايش بس نكبارة كان مدرب قوي جدا وقدر يواجه ضربات قوية جدا لكيسي بس كيسي كان بيقوم بسرعة وقدر يرد الهجوم عليه مرة تانية لحد ما ضربوا ضربة قوية عدامنا الحيطة اللي قدامه بس أول ما كيسي شاف المكان من جوه ما كانش شايف نكبارة قدامه اللي كان في الوقت ده بياخد سيف وفاجئ كيسي بالهجوم عليه بسرعة كبيرة بس كيسي صد ضربته وأخذ عصايا من اللي موجودين واللاتنين هاجموا على بعض مرة تانية وهاجموا على بعض بقوة كبيرة هما الاتنين وكيسي وجه له أكتر من ضربة قوية وسريعة لحد ما طيروا من مكانه وبعدها أخذ سيفه وكمان وهاجموا الاتنين على بعض مرة تانية واستمر الكتال بينهم ومحدش منهم كان قادر يخلص على التاني لحد ما بعد شوية قادر كيسي يجراحوا بالسيف بتاعه أمن نكبارة حدفوا بالسيفه وكمان راشقوا في كتفه واللاتنين ساعتها كانوا خلاص فقدوا قوتهم ومحدش منهم كان قادر يتحرك لحد ما كيسي ساعتها بيشوف السلاح اللي ماتت بيه نميكو مراتو فأخدوا بسرعة ولفوا حوالي الرقبة نكبارة وموتوا بنفس الطريقة اللي نميكو ماتت بيها وبعد شوية بيدخل هيروشي للمكان وبيشوف كيسي وهو على الأرض والمدرب بتاعه ميت جوه ساعتها كيسي أمره أن يفتح السندوق اللي هناك ده وأول ما فاتحه اكتشفوا كمية مخدرات كبيرة وكيسي قال له أن المعلم بتاعكو كان بيستخدم المركز كستورا علشان يبيع المخدرات ساعتها هيروشي قال له أن محدش كان يعرف التجارة بتاعتنا كبارة هنا ولازم نتصرف أكأن الحادثة دي ما حصلتش من الأساس وشكر كيسي أنه أنقذ المركز بتاعهم وتمناله أن يرجع لبلده بأمان وكده قدر كيسي أنه يرجع حق نميكو مراتو من الشخص اللي كان السبب في موتها وبيخلص الفيلم على كده يارب يكون الملخص عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد ولو وصلتوا لنهاية الملخص اكتبوا لنا في الكومنتات في البيكو يا راية أشوفكم الفيلم الجاي سلام